بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على النبي وآله وموالاه الكمالات التي ينبغي أن يصل إليها الإنسان والتي طلبها الله تعالى منه متوقفة على المعرفة قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يا كميل ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة ولذلك ركز أئمتنا عليهم السلام على هذا المفهوم العظيم وهذه الجزئية الكبرى في منظومة القرب من الله سبحانه وتعالى ولذلك عد أمير المؤمنين عليه السلام المعرفة أساسا في التفاضل في أبيات تنسب له الناس من جهة التمثال أكفاء أبوهم آدم والأم حواء نفس كنفس وأرواح مشاكلة وأعظم ركبت فيها وأعضاء فإي كلهم من أصلهم شرف يفاخرون به فطين والماء ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسنهم وللرجال على الأفعال أسماء وضد كل مرء ما كان يجهله والجاهلون لأهل العلم أعداء ففز بعلم ولا تطلب به بدلا فالناس موتى وأهل العلم أحياء ولذلك أراد منا أهل البيت عليهم السلام أن نركز على المعرفة والفهم والتفقه ولذلك قال أئمتنا عليهم السلام ليت الصياط تسلط على رؤوس أصحابي حتى يتفقه في الدين وحتى في وصالهم وزيارتهم سلام الله علي فنحن مثلا حين نقرأ فضل زيارة الحسين عليه السلام تشتد بنا الرغبة العارمة للذهاب إلى قبره وإذا بهم سلام الله عليهم يقولون لنا نعم زيارته لها من الفضل العظيم بشرط عارفا بحقه فهم يقيدون بأن نعرف حق إمامنا لأن الإنسان إذا عرف أعطاه على قدر معرفته ولذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله المعروف على قدر المعرفة فأنت أيها المشاهد العزيز كم تعرف تعطي على قدر معرفتك وأيضا تأخذ على قدر معرفتك أيضا وهذا من جميل صنع الله ومن لطيف عنايته وإبداعه وصنع الرب العظيم ولذلك أيها الأحبة علينا أن نركز في بداية هذه الحلقات على هذه الجزئية المهمة وهي المعرفة ولا غرابة فإن أول الدين معرفته فحتى في موضوع عقيدتنا ومعرفة الله عز وجل يقول الإمام علي عليه السلام أول الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به توحيده وكمال توحيده الإخلاص له وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه لذلك ينبغي علينا التركيز على هذه القضية كم تعرف لا أريد في هذه الحلقة طبعا أن أتكلم عن مصادر المعرفة وكيف تأتي المعرفة ولكن بادئ ذي بدء علينا أن نركز على المعرفة ينبغي عليك أن تعرف ينبغي عليك أن تقرأ ينبغي عليك أن تطالع وتستمع وتتفكر وتبحر في بحار الكتب والمصادر المعتبرة نحن أيها الأحبة في زمان أحوج ما نحتاج فيه إلى العلم إلى المعرفة إلى الكتاب لأننا في وقت كثرت مزالقه وتعددت أسباب الإنحراف فيه نسأل الله تعالى أن يجيرنا ويحفظنا بحق محمد وآل محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر